مهارات مهارات هذه التجارب حابين نستطيف معنا ضيوف يعطونا تجارب في هذه المهارات سابقا كنت أتحدث بمفردي اليوم معي ضيوف نتحدث معهم ونستمع إلى تجاربهم حلقتنا اليوم الأولى تحت عنوان مهارة اكتساب المهارة حتى نفتتح من خلالها بقية المهارات كيف أنا أتعلم يسير عندي مهارات هذه تراها مهارة أنك تتعلم اكتساب المهارات وبالمناسبة عرجنا عليها في الموسم السابق تحت عنوان تعلم كيف تتعلم ولكن اليوم بنأخذه بشكل أعمق مع الأستاذ عمار شهاب كبير المدربين في فوكس أكاديمي وأيضا المؤسس لكون للتدريب وهي ظنها أكاديمية عن بعد وأونلاين نعم صحيح حياك للأستاذ عمار حياك هو بياك أول شيء أنا مبسط بتجديد العهد فيك صديق وزميل وعشنا في عالم التدريب الإعلامي فترات كثيرة حلوة مع بعض اليوم نبغى نأخذها من زاوية مختلفة نبغى نتحدث أكثر عن هذه المهارة إيش تقصد مهارة اكتساب المهارات أشكرك وفخور بزمالتك في الواقع أنه مهارة اكتساب المهارة هي أول مهارة من سلسلة مهارات نسبرها بالإعلامي وبالقيادي ليكون أول شيء قادر على اكتساب مهارات جديدة طبعاً الموضوع يختلف بالعمر وبالتجربة الحياتية للشخص وبمقدار عمقه معرفته إلى آخره إلا أنه مهارة اكتساب المهارة هي شيء الأساسي التي يجب أو مفروض يعرفها أي شخص لحتى يقدر يكمل مهاراته الحياتية بشكل ذكي مهارة اكتساب المهارة يعني أنا بقول دائماً ما هي المهارة أول شيء أحتى أجاوبك على السؤال بطريقة متسلسلة وليش نحن نصري على المهارات وشو المجتمع اللي بتنتجه المهارة اللي ما إحنا قادرين نكسبها للأفراد فيها وشو التغيير اللي إحنا قادرين نعمله أنا دائماً أستشهد بقول سيدنا عمر بالخطاب عندما يقول عليموا أبنائكم السباحة والرماية وركب الخيل وهذا من المجتمع لما كان موجود كان فيه الصحابة والعباس وخالب الوليد وكل القائد الذين عملوا هاي الشيء نحن نفتخر فيه اليوم لليوم هو نتاج مهارات أكسبهم إياها المجتمع شو المقصود مثلاً بمهارة أنه أنت تعلم السباحة ماذا تتكسب كمهارة السباحة؟ مثلاً أنا أسأل الآن سألت هذا السؤال لمتدربية ألاف المرات وكانت الإجابة غير معروفة بالنسبة لهم عندما يتعلم مهارة السباحة يتعلم الشجاعة يا السلام هي ليست مقصودة في ذاتها؟ أبداً ما بعدها أيضاً؟ نعم لأنه شو آسف للكلمة الإنجليزية شو الأفكت اللي بيخلي جهازك العصبي يكتسب مع اكتسابك لمهارة فيزيائية مثل مهارة السباحة؟ ما الذي يكتسبه الإنسان من مهارة قيادة الخيل؟ سألت هذا السؤال أيضاً لعشرات الأشخاص والمئات الأشخاص وكانت الإجابة كمان شبه صحيحة إلا أنه مهارة تكسب الخيل أو الكوب الخيل وقيادة الخيل والفروسية تكسب المرء مهارة القيادة يا السلام لا تستقل أنه ولد ولا طفل وزنه 17 كيلو 18 كيلو يقود مخلوق وزنه طن هو الحصان هذا فيزيائياً يتمنى ويترصد بقيادة الآخرين ويقود نفسه أولاً فيزيائياً عضلاته وجسده وجهازه العصبي لينطلق أكثر ويكون فيها قائداً ومن ثم لا يهاب أحد ولا يخاف أحد بإجسادهم وبشخصياتهم وبعصابهم إذاً مهارة ركوب الخيل تكسب القيادة وعندما أنت تكسب مشتبع هذه المهارات أنت تكسبه كله الروح القيادية الواحدة ما المقصود بالرماية أيضاً التي قال عنها عمر بن الخطأ مهارة الرماية تكسبك وتكسب عقلك تحديد الهدف تركيز والدقة وتحقيقه والمحاولة أكثر مرة تتحققه طبعاً لذلك لما كان هذا الحديث دستور هذا الكلام دستور قيادي من قائد كبير مثل عمر بن الخطأ هو صنع قادة في المجتمع استطاعوا أن يفتحوا إمبراطورية على وجه الأرض لا تغيب عنها الشمس بقادة شباب عمرهم 14 و15 و16 سنة لكن المهارات عندهم عالية مهاراتهم عالية وكل واحد منهم كان يتكلم لغتين وثلاثة وأربعة والسريانية والعبرية والحبشية والأمازيغية والفريسية والهندية كانوا جماعة متقدمين لحتى قدروا يقوموا بهذه المهارات إذن قاعد الآن تأكد على المفهوم أن المهارات كل مهارة ليست هي مفردة وإنما هي عبارة عن كتلة مهارات تجتمع عنوانها مهارة واحدة وظاهرها ولكنها قاعدة تعطيك مهارة ثانوية تتكمل مع بعض مثل الآيفون فيه أبليكيشنز كل ما أنت أكسبت أبليكيشنز أنت عم تستعمله صح كل ما زيت مهاراتك أو مهارة الهاتف ليخدمك أكثر فلما أنت بك تنتج مجتمع فيه قيادات تنتج مجتمع صحيح متقدم متطور قادر يتقدم فهي أول شيء بالنسبة لأنا شو هي المهارة ليش بنا نتعلم لحي مهارة فأنت لما بتكسب مهارات بالنهاية أنت عم بتضيف ذكاءات فيزيائية وسموهنا ذكاءات عاطفية وهون بنبه مشاهديك ومستمعيك ما هو عكس ذكاءات عاطفية أترك الجواب لكم إذن لا دقيقة حطيت كده علامة استفام كبيرة عكس الذكاء العاطفي الغباء العاطفي مشكلة طيب ليش مستحقونها يعني احتراماً طرق أيضاً مرة ثانية في الموسم السابق كان عندنا حلقة بعنوان الذكاء العاطفي ويمكن لمستمعينا العودة لها والاستماع لتفاصيل أكثر فيها لهميتها طبعاً أنا قاعد أؤكد فصعب الواحد أنه يمكن ما بقى وصل إلى هي مرحلة أقصى اليسار قد يكون كما أسميتها الغباء العاطفي ولكن خليناً يقول قلة وتدرج بدلاًا ما يكون واحد متوسط للذكاء العاطفي أو منخفض يصل لدرجات عالية لأن تفتح له أفاق هي هكذا هناك طبعاً في العصة هناك وسط وطرف يمين وطرف يسار وهنا تعودنا لمسك العاطفة العصة من الوسط لكي نكون معتدرين في آرائنا بدون أي تحيز واستقلالية لأنه أحياناً يجب أن تمسكها من اليسار لكي يتصل إلى اليمين وأحياناً يجب أن تكون حد مع ذاتك وحد مع الآخرين وحد ما عم تدربين وأن تقصى أحياناً بالتدريب لحتى تتوصل للشيء اللي بدك إياه لأن يكون هذا الشخص عام جد عم يستثمر عمره نعم بيجي لعندي أشخاص بيعطوني 100 ساعة من حياتهم وكنوا لحظة شوية يا جماعة أنتو عم تعطوني 100 ساعة من عمركم لأن لو سألتك عطيني 100 ساعة من عمرك شو النتيجة اللي بدك تعطينيها مقابل هال100 ساعة إذا ما بدك تكون نتيجة تساوي 100 ساعة عمر مش وقت وأنا أصر على إبدال كلمة وقت بعمر وقت ستعرف اللي بتقوم فيه أنت قديش مهم لتوصل له شخصيتك اللي أنت بدك إياها طبعاً أنا ما شتيت على الموضوع بس بطريقي اللي شرحه أكثر فالموضوع مهارة اكتساب المهارة فهمنا شو المهارة الآن بس تقيقة أنت دخلت قبل شيء أنه 1 أعطى 100 ساعة من عمره في اكتساب هذه المهارة أو حضور دورة تدريبية أو 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 هل تراها لها دلالة خلينا أبغى أقول شروطي إذا جيت أعطي نفسي وأعطي جزء من عمري لتعلم مهارة قبلها كذا أطلع بره شوي زوم آوت نظرة بانورامية هل هذه المهارة هي الأولوية في هذا الوقت حتى أعطيها من عمري هذا التساول أيضاً مهم كيف أختار المهارات وأرتبها حتى أقول هذه المهارة هي اللي لها أولوية عندي هذا سؤال مهم جداً الاحتياج يفرض نفسه اللي ما عنده استراتيجية في حياته ما عنده هدف اللي ما عنده هدف لن يصل إلى استراتيجيته بطريقة صحيحة وهذا التحدي الذي يجب أن يعيش المرء بطريقة صحيحة إلى أن يصل بأهدافه لوصول إليها باستراتيجيته الواضحة فأي مرء ما عنده استراتيجية إذا ما بعرف يحدد أهدافه باحدد مهاراته يلجأ إلى خبير يحدد له مهاراته هل في سلم أولويات المهارات؟ طبعاً ينطلعوا الآن soft skills يقول لك هذه لها أولوية نحن نكشف أسرار شوي ببرنامجك لأول مرة سم؟ نحن نكشف أسرار هيك لأول مرة في برنامجك في الواقع أنا أشرف على حياة كثير من الناس اللي هما بالذات من الروية اللي بدهم يكونوا بالمستقبل قادم معينين ببوزيشنز معينة وبصراحة اليوم السيستم القيادي لما بتكون أنت برعاية دولة قوية وعظيمة خنقول وعم تقرى المستقبل بطريقة صحيحة التحدي الحقيقي بيكون أنه أنت تنشئ هذول الأشخاص بطريقة صحيحة فذول الأشخاص أنا أجبرهم يعني حتى القائد اللي فيهم أو المشرفين النفسيين والاجتماعيين عليهم أنا أعطي تقريري بالنهاية فبالنسبة إلي أنا أفرض على كل شخص مثلاً حتى على أولادي أنه كل 18 شهر يا بابا يجب أن تكتسب مهارة حتى متدربيني هم مثل أولادي أي مهارة في الحياة وليست مهارات معينة مرة فيزيائية مرة ذهنية طبعاً المهارات معينة في مهارات ذهنية منها الذكاءات مثل التحليل الاستنتاج القيادة المحاسبة الحساب في مهارات فيزيائية ذهنية لما نقول فيزيائية نقصد بذلك عضلية ركوب الخيل السباحة قيادة السيارة الجميليستيك كل أنواع الجومبينج كل أنواع مهارات الرياضية هذه فيزيائية فأنا أجمع مرة ذهنية مرة فيزيائية ليس هنا اللعبة لا نقول لك أن نرى أشياء اللعبة الآن أنا إذا بدرب شخص سمو الأمير الفلاني على مثلاً مهارة ركوب الخيل برجع بدربه لبعدها على مهارة الشطرانج بالثمانتاشر شهر مقياسي مقياسي هو قدرته الاحترافية لتحديد ذكاءاته لتحديد احتياجاته في المهارات القادمة في ناس بيوصلوا لحد ما عندهم قدرة يتابعوا فيها لهيك أنت قد يكون أحياناً وصيتك أنه استبعد هذا الشخص عن هذه المهام قرب هذا الشخص من هذه المهام مهنياً نتكلم الآن أحياناً أنت بتفرض أنه هذا الشخص ما قدر يوصل بشطرانج أنه يلعب تومنت أو دقيق بستين ثانية بدي يكسب جيم معلائب عنده ألف ومئتين نقطة بحياته بدي يفوز إذا ما فازني أنا عندي مشكلة معه إذا ما بدي يوصل لذكاء اللي بدي إياه بطريقة صحيحة أنا عندي مشكلة حقيقية معه أنه أنت ما بتنفع تكون قائد ما بتنفع تقود مجموعة من الناس خليك عادي قم بأولوياتك بقدر احتياجك بقدر حجمك أحسن ما تظلم نفسك وتظلم الآخرين فاليوم في منظومة علمية في المهارات وفي القيادة بالذات وفي الإعلام نحن ما فيه نتجاوزها أنا أريد أيضا تجارب أخرى تجارب تعرفها شخصية مثل اللي أشرت إليها وألمحت إليها تجارب عالمية في اكتساب المهارات اكتساب المهارات التعلم لبقية المهارات إيش فيه كمان تجارب نماذج قصص هذه تهمنا وتوضح أكثر وكالة ناسة عندها فريق خاص بالمهارات من الجمعية نفسها بيقوم بيتبع المهبوبين ورصد مهاراتهم والتسبب في مستقبلهم لا يخدموا الشي الصحيح في دولتهم ودولهم وكمان تدريب الرئيس نفسه يعني اليوم أنا بعرف قصة حقيقية من أوباما وجورج بوش الأبن بالتحليل السياسي اللي بالدراسات العادية اللي احنا مندرسها بالنسبة أن جورج بوش الأبن عمل إفكت في القيادة العالمية عشرات أضعاف أوباما إلا أنه مهاراته في التواصل الاتصال كانت مش بالحد الكبير اللي مفروض يكون فيها رئيس مثل الرئيس ودحمة الملكية أوباما كان العكس كان الأفكت الخارج تبعه كثير سلبي سلبي كان أوباما ولكن كان يلتزم بتدريبات التواصل الاتصال عنده جلستين في الأسبوع يجي قبل خمس دقائق ويغادر بعد خمس دقائق جورج بوش الأبن خلي ولي ما بدوش يحضر الجلسات مع المدربين في التواصل الاتصال والإعلام والقياد بقولك أنا قائد من قائد فأنا أتكد قاعد تفاجئنا أنه الرؤساء والقيادات أي أن كان سيولي شركة أو أوصل لمرتبة وزير أو إلى رئيس دولة قاعد يتدربون يعني هذه عفوا مي أسرار هذه كلام متاح ومعروف للجميع لا شوف إحنا ما نقول في حياتنا ومهاراتنا وخبرتنا أنه الإنسان إذا ما تطور كل يوم هو ليس على قيد الحياة فما أدرك بشخص قائد ما أدرك بشخص يحمل هموم مستقبلية لمجموعة بشرية أو هموم أخلاقية أو هموم مختلفة فالموضوع مش لعبة المشكلة لما تكون أنت قائد أو علامة أنت لا تملك نفسك ومهاراتك بيحددها عملك أكثر من ذلك أبغى تخل على الإجابة على السؤال كيف إحنا قاعد نقول اللي يجب أن تتعلم المهارة وكل شيء طيب كيف أبغى خطوات عملية أنا خليني أقول لمستمعيكم ومشاهديك وأسألهم سؤال وكيف يكتسب الإنسان المهارة هذا السؤال الأول بتيجي أنت بتقولي الآن بالتدريب بالتعليم بالأكاديميك بالنظريات كل هذه الأجوبة أنا قابلتها من ألاف الأشخاص سوف أجأكم جميعاً وأقول لكم أن الإنسان يكتسب مهاراته أثناء النوم أشرح أكثر أشرح الإنسان اثنان وعي ووعي باطني إدراك ولا إدراك عضلات إرادية حمراء وعضلات لا إرادية بيضاء وهناك عضلات وردية إرادية ولا إرادية منظومة الجهاز العصبي ومنظومة الجهاز العضلي بالإنسان ومنظومة العقل والوعي والإدراك عنده ثابتة وواضحة قلني أكترعني مهارة شبك نحكي عن سباحة عرشوب الخيل عن ركوب الخيل ركوب الخيل في الواقع ركوب الخيل يعني أنت لما بتجي بتعلم تكنيك ركوب الخيل لما أعطاك المدرب تكنيك معين ولكن أنت ما قدرت تمشي بالحصان أو أعطاك تكنيك أنك تعمل ترود أو تعطيك تكنيك 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 تنزل حالك أو تكنيك التوازن أو تمسك أول يوم كان جملتك العصمية كثير متوترة ومتشنجة وما أعرف شو لما أنت رحت على البيت ما قدرت تعمل شي طبعا مع الخيل أول يوم أو ثاني يوم أو ثلاث يوم لما رحت على البيت ونمت ونام معيك بصير الديالوج اليومي بين لا وعيك ووايا وقل له ها شو عملت اليوم وقل له والله شفت منصور بابتسامته الجميلة وقل له جميلة حط ليها بالأرشيف نشوفه بعدين نبادل الابتسامة شو لديك اليوم والله اليوم ضحك عليي المدرب وعيط عليه ليش لأنه أنا ما عرفت أنزل أجريك كعبي لتحت لحتى أقدر أمسك الحصام من بطنه وانت نايم أجريك بصير يأخذوا وضعيات بتكون وعيك الباطن يعني ببرمج أعصاب قدمك وعضلات قدمك على هذه الجلسة بهذا التكنيك ضمن النظرية الصحية ثاني يوم رحت أنت بتتأكد منها بتعملها إذا ما أكسبك المهارة وعيك الباطن أثناء أنه لهيك أحيانا بجبر كل متدربيني بالهومورك اليومي أنه أنا أجبرهم على أن يهجسوا قبل النوم بالشي اللي بدهم يشوفوه أو بالشي اللي بدهم يكتسبوه أو بأهدافهم أو بالمهارات اللي بدهم يكتسبوها بطريقة يومية وهي هي اللعبة الحقيقية في اكتساب المهارة ومهارة اكتساب المهارة فأنت أول شي مثل ما تعلمت مثل ما تتعلم طفلك وعمره ستة شهور بابا 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 لأحد يقول لك شي بشي يقول لك آخر شي ماما وبتحتها في الهية وبتقول لك هاي هاي بحبني أنت عم تعلموا أول شي بالعلم علميا ذهنيا بدك تقول له أنت مئة مرة با مئة مرة بس يكتمل بشي يوم خمسة بكرة عشر بكرة دراتين بس يكتمل المئة بيقول لك بابا أنت هون أصعب حرف علمتوا يا أول شي اللي هو عم تعلموا مهارة نطق أول حرف عم تعلموا مهارة مهارة نطق الحروف بعدين بصير عنده أسهل يتعلم ماما بعدين ماجد بعدين 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 هي كأكتساب المهارات المتنوعة في حياتنا أنا الوقت قاعد يمشي شويتين معي سريع أريد أن أرجع لسؤال كيف فأنت ذكرت اليوم من ناحية علمية كيف النوم بعدين أكثر من حاجة ولكن دعني نقول حاجة يقدر المستمع المستمع الآن يقول أقدر أسويها حتى أتعلم اكتساب هذه المهارة مهارة أنك تساب المهارات نعم فهي هذه اللعبة مهارة لسؤال المهارات أنك تهجز يعني شوف درجة معي بالأخير بالفترة الأخيرة من حياتي التدريبية أنا أقول لهم أنا أكره الأمل تكره ماذا؟ الأمل شيء مخدرات يجب أن تأجل الأشياء لبعدين بدون أن تأخذ الشيء الذي يريدك إياه الأمن بالحلم يا سلام أمن أن الإنسان يجب أن يحلم لكي يحقق أحلامه طبعا وكل الحلم وكل مهارة التي تكتسبها هي الشيء التي تكتسبه لتوجد نفسك فيه أكثر بدك تهجز بالشطرنج لحتى تكون مميز بلعبة الشطرنج وتتقنها بدك تهجز بالسباحة لحتى تكون بدك تهجز بالاستراتيجية بدك تهجز بمهاراتك التحليلية لتكون أبعادك كاملة إذن مزيد من التفكير حول مهارات أكثر وأكثر طبعا أستاذ عمر أنا مستمتع جدا على المستوى الشخصي بهذا الحديث الجميل خليني أقول الله أعطيك العافية في الختام إيش حاجة كذا أقدر أركز عليها وتقولها كتوصية تختم فيها وتلخص هذا الكلام الجميل أنا توجه للمدربين بكلامي كون منصتك منصات التي تتوجه في هذا الخصوص وأخذها من سؤالك التي هي تعلم كيف تتعلم نعم أنا أقول لهم دائما يا جماعة أنه أفضل وقت للتعليم هو أثناء التعلم أفضل وقت أنت بتكون في بالهاجس لحتى تكسب الآخرين مهاراتك وبالتعلم هو مهارة تتعلمها وأنت تتعلم فيها وكلمة أخيرة بوجهها لمستمعيكم ومشاهديك الحرية هي قمة المهارات وهي معنى الحياة لما أنت تشعر أنه ضوابطك الفيزيائية والسايكولوجية والفكرية والمعرفية أنت مالكها وأنت الذي توجه نفسك في الحياة بكل ثقة وبكل قدرة وبكل مكنونك أنت حينئذ قادر أن تكون أنت وهذه المهارات كلها لتكوينك هذا يشير لها أن حياتك من اختيارك طبعا وليست فقط الظروف كيف أني أنا حر في اختياراتي وليست الظروف فقط دائما من الملائمة على الظروف طبعا أنت فيك شي بالدين وفيك أنت شي من تربيتك الآن أنت يا أخي حياتك بعد الأربطعش مسؤوليتك نفسك يعني جنبي ويساعدونك 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 قبل هذا كله عليك عليك طبعا أستاذ عمر أشكرك جدا والحديث ممتع ولولا ضيق الوقت والتزام الوقت معين ولكن نكمل جرت العادة في نهاية كل حلقة نطلب من ضيفنا أن يرشح لنا اسم ضيف نستضيفه في الحلقات القادمة كمان ترشح لنا أنا في تدريب الإعلامي رافقتني كثير من الإعلاميين رافقوني مثل أستاذ حسن معوض الكبير مثل جمال سليمان وكن دائما أختار أشخاص أحب المتدربين تبعي يشوفوهم يشوفوا مهاراتهم فأنا حاب أقترح الأستاذ المنتهى الرمحي بما أنه موجود معاني أنا موكرم ما شاء الله عليها مذيعف العربية ومدربة أيضا مدربة وشاركتني في كثير من التدريبات سواء في تدريب القادة أو تدريب الإعلاميين إن شاء الله فأنا أقترح حلاك بكل سروح أفد نتشرف وشاركتها في التدريب تقريبا مرة وإن شاء الله تعالى نتشرف في لقاءك وتواجد معك كضيف وكمدرب وكأخ وكزميل وكصديق أسعدك الله نلتقيك على خير شكرا لكم مستمعي بودكاست مهارات إلى اللقاء